تجارب متميزة وخبرات متنوعة من مختلف دول العالم تحطر حالها في البحرين في معرض البحرين الدولي للحدائق حاملة في جعبتها الكثير من المشاريع الزراعية المتنوعة والمتخصصة حيث يعتبر المشاركون هذا المعرض فرصة مواتية ليطرحوا تجاربهم ومشاريعهم في هذا القطاع اليوم مشاركتنا هي جزء لا يتجزء من العمل الخليجي المشترك بالأخص مع مملكة البحرين الشقيقة هناك تعاون كبير جدا من القيادات حتى وصولنا لمجتمعات والشعبين في تواصل بين الاهتمامات نفسها بما يخص الحدايق والتشجير ومدى أهميتها هذه في عكس كافة الأمور التي تلامس جودة الحياة ومؤشراتها فرصة ممتازة لنا أن نروق منتقنا هنا بس نريد نكثف التسويق وترويج هنا للشعب البحريني عشان نزود الثقافة عندهم للمشروع جبنا عقلتين تحت مبادرة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة تحت رعايتها تبرع في عقل مجانا زوارها للمعرض كاملة وهذا لنا شرف أن أشارك في هذا المعرض الدولي شفت كثير من الدول يمكن فوق 30 دولة مشاركة هنا على مستوى العالم بعد الخبرات مع المزارعين جميعا لقيت الحمد لله كلهم من كثير من دول العالم تعرفنا على ناس كثيرة شركات استراتيجية تعقد تحت مضلة هذا المعرض لتساهم في خلق فرص هامة للمؤسسات المشاركة لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها محليا وأقليميا ودوليا نحن حاولنا قدر الإمكان تكون مشاركاتنا بالإنتاج المحلي السوري يعني أغلب المنتجات اللي بالأجنحة هي خالصة سورية لعرضها ضمن مملكة البحرين إن شاء الله يصير فيه منافذ بيع جديدة للمشاركين يستفيدوا مننا مسبقا بالتبادل التجاري نريد أن نستفيد من جميع الناس يعني مش في البحرين هنا يتعرفوا علينا ويتعرف عليهم وده هو دور التعاونية يعني هي كلها تعاونية نسوية بيشتغلوا بإيدهم يعني بينتجوا منتوجات مغربية طبيعية نحاول قد ما فينا نصدر منتجات طبيعية تبع سوريا ونحن آخذين تسجيل عضوي مشان نقدر نصدر منتجاتنا لذلك المعرض البحرين هو يفتح لإلنا لنقدر نفتح على السوق الخليج يعني وتمت استضافتنا لذلك كتير نحن سعيدين بتواجدنا هون كل نسخة من معرض البحرين الدولي للحدائق تثبت مدى نجاحه وتطوره طوال السنوات الماضية خاصة وأنه يوفر ما هو جديد ومتطور فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والحدائق والمسطحات الخضراء والرعاية البيئة وحمايتها تلعب المشاركات الخارجية دور مهما في تهيئة الفرص المناسبة لإنشاء شراكات تجارية جديدة بين المؤسسات المحلية والدولية ليشكل رافدا من روافد التبادل الاقتصادي في المجال الزراعي خصوصا وأن المشاركين في هذا الموسم طرحوا الكثير من التجارب المتميزة والأفكار الخلاقة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين